كما أشرت في العنوين أزمة المراحيد العمومية بمدينة الدار البيضاء لا تخطئها العين بعد أن ظلت لسنوات تعيش وضعا مزريا مع استمرار إغلاقها في وجه البيضويين وزوار المدينة المليونية أمام هذا الوضع المسيء لسمعة العاصمة الاقتصادية قررت جماعة الدار البيضاء التفويد لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء البيئة من أجل تدبير مئة مرحاد عمومي خالد نجدي على مدار سنوات عانت ساكنة الدار البيضاء وزوارها من غياب المرافق السحية أو حالتها المزرية في حال وجودها أو إغلاق أبواب ما شهيد منها وللتجاوز هذا الوضع شرعت جماعة الدار البيضاء في تشييد مئة مرحاد عمومي بعدد من شوارع وأحياء وفضاءات المدينة جماعة الدار البيضاء فوضت أيضا مهمة تدبير هذه المرافق السحية لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة الشركة تقوم بتدبير المراحض التي تتواجد في جل المنتزهات والحضائق العمومية كالمنتزه التي نحن نتواجد فيه حديقة الجامعة العربية كورنيش عيندياب حديقة الفيلودروم هذه المراحض هي مفتوحة في وجه العموم بالمجان وكتستاجب الجميع المعايير الصحية واعتبارا من السنة القادمة سيتم تعميم هذه المرافق السحية العمومية على مختلف مقاطعات الدار البيضاء